موسيقى السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلام اليوم في الحقيقة اخترنا العنوان منتع هذه الحلقة ليلة سقوط ورقة التوت وبش نحاولوا في هذه الفيديو بش نتكلموا على عدة نقط مختلفة فيما يخص هذا العنوان انا في الحقيقة ما نعرشش نوع الموضوع بل كان اقتراح من لونا حول هذا الموضوع اول شي قبل كل شي اهلا وسهلا لونا اهلا كريم واهلا لكل اللي عم بتابعونا وان شاء الله تقدوا وقت حلو معانا حبيت نقول بعض النقط فيما يخص التساؤلات على من هي لونا طبعا انا من نجمش نتكلم في بلسطها اول حاجة هي كان معانتا تحبوا تسألوا سؤالات يسألوها هي وهي تجاوبكم انا من نجمش يعني نكون في بلسطها بش نجاوب اول حاجة اول نقطة وبالنسبة اللي يسألوا فيها هل عندها قناة او اعطينا ربص قناة متاحة ونقولوا لهم راهي لونا ما عندهاش قناة وفي الحقيقة كانت الظروف والعوامل هي اللي ادت على اني نتعرف عليها وحكيت معاها يعني في الخاص ولقيت اللي عندها يعني زخم من المعلومات وزخم من الاحاسيس تريد ان تعبر عنهم حتى يعني تعديت على القناة هذه كان بمحب الصدفة رغم اني انا منمونش بالصدفة فلهذا يعني تنجموا تعتبروا معانتها لونا عبارة على عابرة سبيل وانا في الحقيقة ما عندي حتى فكرة فين بيش توصل الامور كما نقول ديما في هذه الحياة يجب ان تغامر ويجب ان تجرب كل شيء الحاجة الوحيدة اللي تندم عليها في اخر حياتك هي الحاجة اللي ما جربتهاش ولهذا يعني تحدث الصدف اللي هي في الحقيقة بالنسبة لي ما هيش صدف وانما ظروف وعوامل اننا نلتقي ببعض الاشخاص ونسير معهم مدة من الزمن قد تطول وقد تقسر غير مهم المهم ان نضيف شيء لهذا الوجود وما نقوله ما هو الا تعبير على تجربتنا وعلى حياتنا اذا هذه الحلقة ليلة سقوط ورقة التوت يعني حلقة نجمو خاصة وما هيش محددة للموضوع ما نعرفوش شنو الموضوع اللي بش نحكيو فيه نحكيو كأننا نحكيو يعني خارج البت اذا نخليكم مع هذه الفيديو تكتشفوا كما احنا بش نكتشفوا شنو بش نقوله في هذه الفيديو ونعطي الكلمة للونة بش تحكيونا على قصة بسيطة عندها علاقة بعنوان الفيديو اتفضل لونة من الشجن مع الليل فإذا الليلة دائما هي مرتبطة بأسرار بنوايا وغالبا غالبا أو في قديم الزمان لما كان الإنسان بعده ملتسق بالأرض كان في الليل يبقى حالة التجلي عنده حالة انه يحس انه هو فعلا جزء من هذا الكون ومش منفصل بالنسبة للليل حديث طويل طبعا ما راح استرسل لانه انا زي استرسلت نطلع عن البيصير بدي حلقات المهم اذا ليلة سقوط والسقوط دائما مرتبط بالخسارة والفشل وورقة التوت ارتبطت بكل الاديان خلينا نقول كورقة بغض النظر عن نوعية الشجرة ولكن الورقة ورقة النبات مرتبطة بورقة آدم وحواء وقصة الإنسان أو البني آدم لذلك هي مرتبطة في البداية كتير لانه الا علاقة في بداية المعاني اللي هي واحدة منهم وعلى اهمهم الحقيقة او الحق فيترى قديش نحنا سقطنا او ما سقطنا مع هالورقة التوت فاليوم حديثنا عن الحقيقة والحقيقة من زمان التأت مع الكذب نقيضة وتوأمة قال للكذب شو رأيك ننزل نتسبح بالبير وكانت الدنيا حر فقالت ليش لا وطبعا خلعوا جلدهم الافتراضي ونزلوا لجوه البير والحقيقة وهي مبسوطة وعم بتبورد مع هالماي بيقوم الكذب بيخطف حاله وبيطلع لفوق بيلبس التيابة او جلدة وبيتركها وبيمشي وبيبلش بيحكي عالناس بصصوا حكاية والناس بتاخدها على انه مين على انه الحقيقة بس لما الحقيقة انتبهت وطلعت لتشوف شو صاير وتلبس جلدة او التيابة لقيت انه مش التيابة هدول ولان حقيقة ما حترضى تلبس التيابة الكذب لانه مو حقيقة فسقطت او نزلت لقاع البير ولما انبردت ما شافت حواليها غير ورقة كانت وقانة من شي شجرة وحططة عليها وطلعت حططة على كل جسمة كانت لابسة ورقة ما حططة في زاوية معينة لانه الحقيقة ما في زوايا الحقيقة واضحة كتير تفضل طبعا شكرا على هذه معنتها المداخلة اللي تحكي على مسألة الحقيقة والكذب انا في الحقيقة لا اعتبر ان الحقيقة شي موجود بالفعل وانما هي نسبية ككل شي في هذا الوجود بسفة عامة كل شيء نسبي الحقيقة هي اللي تعيشها انت في اللحظة هذه وفي الوقت هذه الحقيقة هي الحاجة اللي تؤمن بها ايمان مطلق في الان قد تكون اليوم حقيقة وتصبح غدا كذب وهذا اكيد كثير منكم عاشوا ويعيشوا كيفاش كان يعتبر دين من الاديان حقيقة ثم صدم واكتشف ان هذا الدين هو مجرد كذبة او بش نخرج على اطار الدين حتى بعض الافكار يقول منا عشنا فترات نعتقد او نؤمن ان اشياء على اساس انها حقيقة وهي بالحقيقة ليس حقيقة مثل الطفل الصغير الذي يلعب السيارة الصغيرة ويظن ويعتقد ويؤمن انها سيارة بالفعل ولكن في الحقيقة ما هي الا لعبة اطفال اذا عندما نقول الحقيقة والكذب ما هي المسافة بين الحقيقة والكذب هذه نقطة النقطة الثانية أليس الحقيقة وجه آخر من وجه الكذب وليس الكذب وجه آخر من وجه الحقيقة كما قلت انت انهم عبارة على توأمان ويمكن ان يكون الحقيقة والكذب شيء واحد كل واحد متجه اتجاه معين وكل واحد كيفاش ينظر الاشياء احنا نشوف الاخبار والاحداث وحتى الحديث عن الاخرين بصفة عامة تلقى واحد ينظر اليهم على انها حقيقة والاخر ينظر معانتها اليهم على انها كذب اذا هوني شنو الاختلاف حسب رأيك لونا بين الحقيقة والكذب احنا بقول انه لما منقول انه لكل شيء وجهان مش بمعنى انه التغيير بانك تخلع حالك من جلدك وانما الوجهان هو انه انت فيه كتير احيانا بتضطر تعمل عكس الشيء لكن ليه عم تعمله واللي هو نحنا نسميه كذب لما كانوا اهالينا يقولونا وان احنا عم نسمعهم كاطفال عم يحكوا عكس اللي بيخبرونا يا قدامنا لما نكون رح حالنا ما بيكون معنا حد غريب كنا نسمعهم عم بيكذبوا ونحنا كاطفال لما نتخلص القادة ويروحوا الناس نسألهم لأهالينا طب ليه قلتوا هيك فكان الجواب دائما ما عليش هذا كذب ابيض الحقيقة الحقيقة فيه كذب ابيض نعم الكذب الابيض يوم بيجي على صاحبي او رفيقي بلاقيه تعبان كتير منهار في مشكلة واجهته وفعلا يعني كان رايح بقمة التفاؤل ورجع بقمة التشاؤم وهذا التشاؤم حيدفعه لانه يخسر نفسه بانه يكمل وما ينتهي ويشل ويموت فلما بيجي بيحكي لك وانت شايفه قديش تعبان ويتبلش بتقوله لك ايه شو بدك بهالشغلة معليش اصلا هنن ما بيفهموا لو عارفين كانوا قدروك وكانوا عملو لك انا بكون عم كذب لانه فعلا شكله تعبان ومنهار وكل هالاشياء اللي حكيتها وحاسستها لكن انا ما بقدر اقوله هيك لانه هو ساعتها سلبي ومحتاج شيء ايجابي فضبيعي لازم كون ايجابية معاه لانه الاشياء اذا بدأت تبشي لازم تكون سلبي وإيجابي للإيجابي مع الإيجابي بيشتغل وللسلبي مع السلبي بيشتغل وبالتالي هذا كذب بس كذب ابيض وهو الوجه الاخر للحقيقة بس الناس لما بيصير كذبة اسود نحنا بنعرف انه كل الاشياء يلي ما بيحبها بنقول عليها اسود الموت اسود الفشل اسود الظلم اسود مش عارفة ليش بيلفسوا بالمحكمة ابيض انه نحنا لما عم نكذب عم نكذب لانه نحنا ما منعرف حالنا منيح او ربما منعرف حالنا بس ما عنا الجرأة باننا نطلع ونقول هذا حالنا وكل واحد فينا عم بيفكر هيك وانتهينا كل اياتنا اللي عرفنا حالنا ولعرفنا الآخر لانه قضيناها كذب بكذب 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 بس هذا الكذب انا ما بلوم حد عليه لانه نحنا ونحنا اطفال لو عشنا طفولة صح كنا اكيد ما حنضطر للأسود كنا حنضل ابيض سواء كان حقيقة او حتى كذب بس ابيض فالكذب هو سببه انه نحنا عنا عند عنا حالة من الثقر يعني هذا الثقر موجود عن كل الاديان عن كل الطواقف عن كل القوميات والمشكلة انه مش بس هيك حتى الدين نفسه بتلاقي فيه بينات بعضهم فيه ثقر حتى القوميات نفسها فيه نوع من الثقر حتى الطواقف فيه نوع من الثقر بينات بعضهم طب لقيمتا لقيمتا لحنضل حطين فكرة الثقر بدل ما نحط حقيقتنا انه نحنا انسان انسانية انسي انسي اهم من الجن والملائكة انسي هذا الانسي اللي قادر يتعايش مع كل شيء قادر يتعايش مع الشيطان ومع الملائكة هنن رمز الخير والشر الابيض والاسود الذكر والانسة السالب والموجب منهم اتنين هنن واحد هنن واحد منهم اتنين وطالما رح نظل نظل على انه نحنا اتنين فهذا الثقر رح يظل موجود بيناتنا نحنا مش اتنين نحنا واحدين وكل واحد هو واحد لحاله انا احيانا بحكي بانفعال كبير بتدايق من حالي صراحة بقول بخاف يطهموني غلط بس يا جماعة انا لما بانفعال بكون معناته انا كل احاسيسي عم تشتغل يعني بكون عم بحترق اكيد بالحرارة بدك تنفعل والحقيقة ما بتحس بالحرارة الا اذا لا مستك فياب تحرقك ياب تدفيك وانا بحبكم كلكم تكونوا دافين تفضل في الحقيقة الازدواجية معناتها هي من احد الفلسفات الموجودة عند البشر كما ان الوحدانية هي فلسفة اخرى يعني تختلف كليا على فكرة الازدواجية رغم ان في هذا الوجود لاحظوها الازدواجية في كل ما هو موجود موجود مادة فعلي احنا نقول الحقيقة خير وكما قلت ننسب اليها لون الابيض ونقول الكذب شر وننسب ليه اللون الاسود لهذا نقول كذبة بيضاء يعني كذبة تصبح خير ولكن هل نقول حقيقة سوداء حيث ان الحقيقة تصبح شر لان نعلم احنا هناك حقائق وقتنا عرفوها نصاب بالصدمة ويمكن تدمر حياتنا كليا فهل عندما نقول شيء هل نفكر في مصلحة الطرف الآخر يعني وكيف سوف تؤثر عليه الفكرة ام نفكر في الحقيقة فقط نقول خلاص هذه الحقيقة ونقولها مهما كان وهذه يعني نجم نقوله طبيعة من الطباية عمتاعيانا اللي يلوموني عليها ياسر ناس اني مهمنيش نجرح ولا ما نجرحش مشاعر الآخرين المهم اني نقول الكلمة اللي أنا نعتقد ونؤمن انها حقيقة طبعا 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 اشياء ما نجمش نقولهم أصمت عنهم ولكن عندما أقول أقول ما أحس وما أؤمن إذن هوني لونا نسلك سؤال أنا مثلا ما يسمى بالكذبة البيضاء اللي تتكلم عليها أنت واللي عشناها أحنا لكلنا كأطفال وصغار وقتا كبرت انتبهت إليها وقررت مع نفسي إني ما عادش نكذب كذبة يعني بيضة يعني كنشوف حاجة مهما كانت الحالة النفسية تعال الشخص ومهما كان الشخص نقول هلو في وجهه طبعا مثال تونس يقول حتى مثال يمكن عند كل شعوبنا يقول لك خوض الكلمة اللي تبكيك وما تخذش الكلمة اللي تضحك عليك ألا ترى لونة إن انت الشخص اللي ذكرته روح منهار وكذا وكذا إنك قتله كلام معسول اللي انت عيشته في وهم ألا تتصور احنا هروبنا من معرفة الحقائق هو سبب تخلفنا ليس كشعوب فقط وإنما كأفراد لأن صحيح يمكن قد نتجرح وفما قولة يعني تقال أيضا المحقرانية في تكوين الشخصية وهذا نجدوه حتى مثلا في اليابان ولا في الصين ولا في الهند عندما تمشي للمعلم بشي علمك في اللول قبل ما يبدأ علمك يهينك يذلك ولكن يهينك ويدلك مش بالكذب بالحقيقة بالحقيقة المرة بالأفكار المرة بالأفعال المرة عليش نكذبه كذبة بيضاء طو مثلا تشوف واحد صاحبك لبس لبس مش باهي كنت عليش تقوله محلاه اللي باس متاعك بش تخلي العبيدي رحكو عليه إذن هوني الحاجة اللي عجبتني مع لونة إنه نختلف لو يمكن أنتم تتصوروا اللي احنا منسجمين متفقين لا بالعكس 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 النجم نقوله اللي عبارة على الليل والنهار نفس الشي الظلام والنور أنا بالنسبة لي نقول الحقيقة مهما كانت وكان ما نحبش نقول الحقيقة نسقط على الأقل في بعض الأحيان يعني ما نحبش نقول الإنسان إنه هذاك اللي باس خايف نسقط أو نعم الروحي ما في باليش أما بشنجين قلو راهو هذك اللي باس باهي ومحلاه ومبنه ويوتيك ويساعدك هذي كمثل طبعا نحن الأمثلة نضربها ولا نقاص عليها لا أكثر ولا أقل شنو رأيك في هذه النقطة لونة رأيي إنه يوم أنا بيجي صديقي وبلغي منهار وبيجي بطبطب عليه بكذب أبيض إلا أنه أنا بعرفه أنا بعرف إنه هو عمل أقصى ما عنده ليكون في المكان ما لنقول وزيفة عمل بعرف إنه درس وبعرف إنه بنى طموحات وبنى حياة وأحلام وكان عم بيجهز حاله للشيء يلي هو منتظره وبدو يعطي كل طاقاته لأنه سن الشباب هو قمة العطاء لذلك أنا بحزن على شباب هذا الزمان سواء كان في الشرق أو الغرب ولما بقول الغرب بقصد فيه أوروبا أمريكا كندا أستراليا أستراليا كل هالدول مش الغرب الإسلامي متل ما سميته وإنما أنا حسمي شمال أفريقيا أنا بعرفه منيح فلما بدي يروح وما يقبلوه ويعطوه أسباب هي حقيقة حقيقة بتكسر ما أديف أي شاب مقبل على الحياة لأسباب إنه ما نقوم ابن التاجر الفولاني ولا هو ابن عضو مجلس وزراء مثلا أو مجلس شعب ولا هو عنده خلفية بإنه ممكن يستعمل طرق أخلاقية يعني ما عنده أسليب غير أخلاقية ما عنده استعداد بإنه الأسود يقول عليه أبيض والأبيض يقول عليه أسود لما يكون عنده هو بس إمكانياته الدراسية ويرفضوه لشيء ما شفوه أصلا فيه فأنا ما بكون عم جامله ما بكون عم كذب عليه وعم بضحك عليه وإنما أنا عم بعطيه شيء من الدعم الروحي في وقت هو حاسس حاله لوحده عم يسقط يمكن هذا الدعم المعنوي يحسسه على الأقل أنه مثل ورقة قاعد عليها بدل ما عارف أنه حيهوي على حجار فأنا ما بعتقد أنه بكون هون عم بستعمل هذا الشيء غلط لكن إذا بدنا ننتهي بواحد ملابس منيح وقال له لابس منيح وهي مشكلته بيلبسه لح أقول له منيح ولح أقول له منه منيح لأنه أصلا أنا هيك ناس ما بتستوقفني عايشة فقط للمادة للشكل للجسد للبشرة أما إذا واحد فقير وحاول يطلع نظيف ومرتب رح قل له أنت أحلى من ملك الزمان طبعا بدي قل له وبدي هلله كمان لأنه صحيح هو فقير وهذا فقر عاف لنفسه تركه لنفسه بس حب للآخرين يشوف الشيء الحلو فيه يعطي العافية أنا هيك رأي أنا المثال اللي ضربته حول منهار لأنه مثلا منجحش في امتحان أحنا دينا عرفوها يعني في عاداتنا معنا في شعوبنا دي ما نقوله معنا مش مكتوب مش نحاوله نطمنه الإنسان أو نخدروه مش مكتوب ولا إنسان منجحش في حاجة معينة الفرق من بين الإنسان المسؤول أو الصديق بالنسبة لي أنا طبعا أنا عندما نتكلم نتكلم من وجهة نظري فقط هذه وجهة النظر قد يتفق معي بعض الأشخاص وقد لا يتفق هذا مع أسلوب حياة عندي أنا مثلا وقتها ولدي ولا شخص صديق ولا حبيب يجيني يقول لي ما نجحتش ما نقولوش مكتوب وما نقولوش الظروف والعوامل والدرشنوة ولأن الأستاذ كان كذا ولأنك لا يقولوا أنت المسؤول ما نجحتش خطرك أنت ما عملتش المطلوب بيش تنجح يعني هنا أعود مهما حكالي مهما حكالي حتى عذر ما عنده مدام ما نجحش أو خسر في مشروع ما تقوليش العوامل ما تقوليش أي حاجة أنت هو المسؤول وهذه كلمة تجرح طبعا وإحنا تكلمنا المرة الأخرى في الفيديو قبل هذا على الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي هو هذا النوع خطر فما الذكاء العاطفي نوعا ما هو نفاق أنا نسميه نفاق يعني نجيه نطب طبعليه ونقوله ما نجحتش على خاطرك مش مشكلة وتقول المرة جاي تنجح وكذا وكذا هي صحية جميلة جميلة أنا نحكي على أشخاص أحنا كأشخاص منطقة ما يسمى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأفراد وكمجتمعات دائما نعيش في الخيال دائما نعيش في الأحلام دائما نعيش في الكلمات الحلوة ألم يحن الوقت أن ناخد الكلام اللي يجرح الكلام اللي يفيقنا أحنا نعرف المريض بين قوسين يعني ما يسمى بالمجانين يوصلوا إلى مرحلة من المراحل يحتاجوا إلى سعقة كهربائية سعقات كهربائية مهمة أيضا يعني أنا شخصيا ما نيش فاهم إلى متى نعتبره أن الكلام الحلو باهي والأمل باهي والحكايات هذه كل باهية الغرب لم يتطور ولم يصل إلى ما وصل إليه والعلوم اللي قدمها إلا عندما حد حد مع العاطفة صحيح صحيح أنا متفق معك أنه تمادى وقتل ما يسمى العاطفة كليا ولكن وصل لأنه موجود في منظومة كونية مادية بينما نحن مع الأسف دائما في ذي الشعوب ومزلنا إلى يومنا لهذا في 2020 مزلنا عندنا أمل أنه ينزلنا المسيح أو المهدي أو المخلص أو ما نعرش عليه شكون أو سوبرمان أو البطيخ أو التنين بشي يجي ينقضنا دي ما وإحنا نحلم نحلم وقتيش بش نفيقه كشعوب خطر ما إحنا ما نش بش نفيقه كشعوب كان من فيقوش كأفراد اللي لازمنا متحملوا المسئولية ونقبلوا النقد مهما كان جارح ونقبل رأي الآخر مهما كان قاسي لأن هذاك يقوينا ويعرفنا أين الخطأ ويعرفنا أنفسنا شنو أرايك في هذه الفكرة بدي أقول رأيي على بطريقة المزح بس أنا جادة أنه بالبداية لما نقلنا أنه لما نطلع الكذب من البير لبس اتياب الحقيقة والكذب هو صفة للمذكر بس الحقيقة لما نطلعت شافت أنه تياب الكذب متركين وهو أخد تيابها فما لفستهم والحقيقة التاء عطيت التأنيط فالنكتب بتقول هي منكتب الرأسي أنه من فجر التاريخ وبداية البشرية والحقيقة عم بتتقدم لنا كتياب لابسة الكذب وانتهينا بالآن بأنه العالم كله بتخبط مع بعضه والحقيقة مو عارفين هو ربيع عربي ولا هو داعشي ولا هو صراع قوتين دينيتين كل واحدة فيهن بتمثل شرق وغرب وهلأ لما نجعنا الانترنت طلع على الصفحات الغسيل كله تصوروا فتحولنا حبل طويل وقالوا لنا نشروا لعليه بتكون يا طياب وصخة يا بنضيفة يا بنزخرفة يا بنقطعة شو بتكون كنادر شنط ماسكات شو بتكون نشروا عليه وتركوه لهذا الجن الأزرق وهو اللي حيعطيهن أجواء ألف ليلة وليلة وطلع غسيل أنا الحقيقة انزهلت انزهلت من هالغسيل علما إنه نحنا في زمن الغسال الأوتوماتيك بس الغسيل كله ياته ثبت إنه كان مغسول على ضفة النهر وهذا النهر أصلاً ماعد موجود ليه؟ لأنه الأرض عم تستغيس وعم بتقول يا بشر يا هو المي حتنفد هالدائرة وطاب الحلوة الزرقى رح تقلب صفرة انتبهوا ومع ذلك طلع الغسيل كله مغسول على ضفة هالنهر اللي مو موجود طيب أنا هلا بدي أسأل حدا إنه أنت عندك غسالة أوتوماتيك والناس كلها هلا تستعمل الغسالة الأوتوماتيك كعضو مهم في العائلة على فكرة لأنه العائلة مش بس نحنا أب وإم وولاد التلفزيون هو أهم من العائلة كلها وهو أهم فرد فيها والغسالة الأوتوماتيك وغسالة الصحون والمايكرو ويف وشو ما بعرف شي كتير يعني والعرأس رب هذه العائلة ربها هو الانترنت لأنه حتى العائلة ما عادت تحكي مع بعض حتى إذا بد البنت من إما كاسة شاي وإما بالمطبخ تكتب لها على الواتساب ماما عمليلي كاسة شاي معقول معقول أنه نحنا على حقيقين حقيقة وهي بحقيقة أو هي مش حقيقة الحقيقة بس حقيقة هي الكذب أنه كل حياة عشناها كذب بكذب وهلأ مفروض نحنا في زمن التكنولوجيا أو زمن الكورونا الكورونا سموها كورونا لأنه على صفحات الانترنت ونتيجة أنه مبقى في شي مخبة وكله انتشر اكتشفوا حضارة المايا وصار يحكوا عنها على المنهية قديمة بعمر حضارة بابل ومصر الخديمة والمايا طبعا هي بمنطقة وسطة بين الأمريكيتين ومعلومكن أو ما بتعرفوا واستغفر الله العظيم كورونا هي أحسن بيرة بتنتج المكسيك الناس لما بتشرب خمر أو بتشرب مخدرات أو أعشاب لا تهرب من الواقع لأنه الواقع مر طب لما نعم يهربوا إذا كان الواقع مر فإذا نعم يهربوا على الحلو وهذا الحلو هو الحقيقة لأنه هي بتاخدن العوالمون الداخلية بيروحوا لعالم اللا وعي هذا اللا وعي هو عبارة عن غرف 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 كلها مسكرة ما إلا شو ببيك في كل شيء حملنا معنا مو بس نحن وأبي وأبو 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 هذا اللي بيسموه التاريخ يلي بيحكي لنا قال الراوي يا سادة يا كرام الحكواتي يعني نقعد بالقهوة ومنسمع الحكواتي وهو عم يحكي لنا مشان ناخدن معنا على البيت وما ننساهن وإذا المرأة حامل بنقعد جنبتنا ومنحكيله للجنين ما قالها الراوي ومنرجع ومنقول إنه الحقيقة الوحيدة يلي أنت حاليا تملكها هي الآن لأنه بعد شوي ما بتعب شو بيصير معك واللي هو رح يصير الآن هذا الآن يلي بكل لحظة عم بيتكرر هو المستقبل وما حدا حيشوف المستقبل لأنه محتوط بجيبته اسمه الآن ومع ذلك والآن في عصر الغسالة الأوتوماتيك ما حدا بيرضى نقل له رح نسحب لك الغسالة وتفضل رجع عن النهر خصيل غسيلاتك هني لو قطعوا هلأ الانترنت وقالوا يا جماعة ما بقى فيه انترنت أنا بتصور أنه في ناس كتير بدأت انتحر وبدون يطلقوا ويمكن يخلعوا جلدهم وعلما الانترنت هو عالم افتراضي مرحبا بك في العالم الافتراضي وإذا كنتوا عن فكرين أنه الزكاء الاصطناعي رح يحكمكم ويساويكم عبيد فلازم تعرفوا أنه هذا الزكاء الاصطناعي الحقيقة فيه ما لا يعرفه أحد لأنه فيه كل ذكاء وغباء ونجاح وفشل وأنهيار وبناء البشرية كاملة لذلك وقت بده يحكي ما حد حيقدر يجاوبه لسبب بسيط أنه ما حيترقهم ولا منفض وهون نقدر نقول أنه عصر كورونا هو عصر التكنولوجيا الحقيقية يلي اجت من العالم الافتراضي من البشر يلي صاروا عبيد التكنولوجيا شنين مشكلة المتاحة التكنولوجيا ما في مشكلة لأنه ما في تكنولوجيا أصلا لماذا ليس هناك تكنولوجيا شو يعني تكنولوجيا تكنولوجيا هي اللي تسمحنا كبشر في العصر هذا أننا نعيش بطريقة سريعة جدا يعني إنسان يعيش خمسين سنة الآن كأنه عاش خمسمائة سنة قبل نحب نعرف أنا شنو معمتها الحاجة الخايبة اللي تشوفها في التكنولوجيا أنه استعبدتنا الآلة وفقدنا نحن مهاراتنا الشخصية الخام الكاملة اللي خلقنا فيها هل ذنب التكنولوجيا ولا ذنب الإنسان اللي ما يعرشش يستعملها ألم ترى أنه ليس هناك وعي لإستعمال التكنولوجيا يعني مثلا نضرب لك مثال هذه التكنولوجيا أنا كما قلت يعني قد متلنا أشياء جدا كبيرة من أجل أن نربح الوقت يعني نتغلب على الوقت وهذا حلم الإنسان أنه يتغلب على الوقت يعني المسافات لو لا هذه التكنولوجيا لما استطاع الإنسان يسافر في بعض ساعات إلى آخر العالم وآخر المناطق لما كان الإنسان أن يعني يتصل والتواصل والتعرف والمعرفة يعني في الحقيقة قدمت لنا زخم كثير جدا ووفرت لنا كثير من الأشياء المهمة مثلا أنت ضربت مثال بتاع البنت أنها ترسل إلى أمها وهي في المطبخ أنها تقلها تسوي لها شيء أنا ما نشوفش حتى حاجة معنى فاعيب في المسألة هدية في عرض تقعد وتقوم وتضيع في وقتها وماشي حتى للمطبخ يا أم يعملي شيء كنت طريقة بسيطة تنزل على زر جيك بيتزا للبيت يعني أليس جميل هذا أليس هذا يترك لنا أن يعني التكنولوجيا بحد ذاتها ليس هي الذنب لأنني أنا شخصيا أستعمل التكنولوجيا وصدقني يعني أنا عشت وأكيد أنت عشت يعني فترة ما قبل التكنولوجيا هذه وبعد التكنولوجيا هذه يعني أنا قبل كنت عندما أريد أن أحكي مع إنسان يعني أضيع يوم كامل ويمكن أضيع شعر كامل كان أريد أن أسافر ومع أنت يتصل المعلومة مثلا بش نحكي قدام مثلا ألف شخص يحتاج إمكانيات يا إمكانيات إذن هوني استعمال التكنولوجيا بدون وعي وبدون تنظيم هو الخطر ليس استعمال التكنولوجيا بطريقة مدروسة أنا وفرت لي وقت يا وقت ووفرت لي يعني حاجات بش نعملها من روحي بش نعيشها من روحي كنت قبلنا نضيحهم في الذهاب والإياب عليش نقولوا التكنولوجيا حاجة خايبة وخلتنا معتها معزولين ومعزولين أنا بالنسبة لي الإنسان مع أنت التكنولوجيا هذه وكورونا اللي وقعت هي أحسن حاجة أنا نشوفها ما نشوفهاش حاجة خايبة كورونا إنها خلتنا ما عادش نضيعوا وقتنا بش نقعد نمشي وكذا وكذا يعني الإنسان تتصل روحيا بمفهوم الروح عن طريق الأثير عن طريق الأنترنت وأنا نتصور إن الإنسان ماشي نحو هذا الطريق إنها ما عادش يحتاج بش نتكلم ما عادش ما عادش بش نضيع وقت بش نوصل لك معلوماتي يمكن نوصله إلى طرق جديدة للتخاطر للتخاطر وبدون استعمال الجسد كليا الجسد هذا من بقايا عالم الحيوان يعني منشوفش بعد التكنولوجيا حاجة قائمة عفوا 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 نحن دايما نحكي باحتقار شديد للحيوان نحن دايما نحكي باحتقار شديد لقانون الغاب أو عالم الغاب هو عالم قبل ما يكون قانون ولأنه عالم صار له قانون وقانون محترم كمان لو بتروح على الدكيومنتري وبتابع حياة الحيوانات اللي نحن ما بنعرف شي عنا غير أسماء أو أشكال بالغالب والمختصين فقط اللي هن بيعملوا دراسات ستذهل ستذهل والأهم تشوف كم الظلم اللي نحن رميناه على قانون الغاب بأخطاءنا وإساءاتنا لبعض ليش نحن بنحكي دائما إنه الجسد بيشيء من الأرف منه إنه هو بقايا حيوان هذا الجسد لو لا أنا ما كنت هلأ قادة عم بحكي معك على فكرة الجسد هو ما نوخالي من الروح أصلا لولا الروح ما في جسد ولولا الجسد ما في روح حقيقة حقيقة وإلا في العلم الروحي بيقولوا إنه دائما الأموات بتظل أرواحهم عم بتلف حتى في الديانات بيقولوه إنه دائما الروح مثلا روح ستك روح أبوك روح أي حد بتظل عم بتطوف حواليك وبيسموها بركاته إنه هذا الشيء بركة فلان أبو أو أخو أو واتب فالروح بحاجة للجسد لي تعبر عن نفسها لي تتجسد ما فقدت أي فكرة إذا لم تتجسد هي فكرة ميتة أصلا ما أنا فكرة هي هيك شي مرأ وراح شعل وطفى الفكر الروح هي الفكر الروح هي الفكر وإذا ليس لها جسد أو تجسدت لن تبقى ولن تتخلد الأنبياء موجودين وصلن آلاف السنين ميتين كجسد بس موجودين بطريقة ما صلن مثل ما صرن يوم اللي كانوا في زمانهم أصلا أصلا فكرتهم لو وصلت لليوم وصلت بهاي العظمة ليه؟ لأنه تجسدت لو لم تتجسد سا كانت حتبقى من الجانب الآخر اللي هو ما ورائي منسميه ونطلق عليه الإله الإله الكامل اللي آن بي تجربته واكتملت أنا هيك بحسة طبعا هذا رأيي ولكن نحن في هذا العالم المتجسد لفكرة الألوهية أن تكون كامل لكن دائما فيه إصرار على النقص وإنه الكمال لأله الكمال لله طيب يعني هل يعقل إذا كان الإله كامل أن يخلق ناس ناقصين يعيش ويموت ناقصين ولا يتطور يوقف عن حد أصلا فكرة الإله اللي مفروض نحن نحملها كل آياتنا إذا كنا مؤمنين ماتت مع موت محمد لأنه لم يأتي بعد الآن دين يوضح الألوهية بشكل واضح ويجمع الكل بواحد ويقول هذه إمبراطورية الإنسان ربها الإنسان ربها معلش أنا ما عم بكفر لهذا للناس اللي يقلون تبعيات دينية ولكن نحن أصلا بنقول رب العائلة رب العمل رب الكفر رب الفزق رب الكذا اللي كنت بدي أقوله يعني إنه نحن عم نحكي عن التكنولوجيا فأنت عم تسألني عن التكنولوجيا أنه شو هو اعتراضي عليها أنا بيخطر على بالي إلا كريم أنه ليش انتشرت التكنولوجيا وبطريقة مثل جلطة دماغية تقريبا قبل الربيع العربي أو ما يسمى الربيع العربي لأنه أنت قلت هلأ كلمة كتير عظيمة التكنولوجيا بلا وعي فأكيد هي مضرة ولاحظ أنه لما عمموا الانترنت عمموه وهن عارفين أنه رح يكون المساهم في وقت نحن مش عارفينه ولكن هو الوقت اللي استوى فيه هذا الشعب هاي الشعوب استويت وصار فيه جيل شباب هذا الجيل اللي هو كله طاقة هذا الجيل اللي أنا أقدسه لأنه هو الأمل هو يلي نحن عم ندور عليه وللأسف أصابوا الشتات بسبب أنه هالتكنولوجيا نقلتنا بدون لا حاضر ولا دستور من الكهف إلى الفضاء وهذا على فكرة لكل شعوب العالم مش بس للشعوب الشرق أوسطية أو شمال إفريقيا حتى في الغرب شبابهم في حالة ضياع في حالة لا هوية في حالة لا انتماء لا دين لا الله لا رب لا أولهيم لا زردشت لا بوزة لا 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 وكله عم بيروح للعالم الروحي اللي بالهند بالرغم من أنه طبعا الحضارة الهندية هي من أقدم وأعرق الحضارات ولكن ما كان كان يا ما كان لما بتروح لما بتروح للهند بتلاقي بالسمسرة وفي عملية استغلالية يعني يعني حتى هذا الدين الروحي اللي كنا محصور فيه في هديك البلاد صار فيه وبيزنس كمان يعني حتى الروح الآن نحطت على الطاولة بعد ما خلصنا من قصة الجسد وأتقننا كل الفنون تبعها ايه بتاعوا نحضر الروح بقى فهلأ شو بده يطلع معنا بكرة ممكن العلم يطلع ويقول لقد خضى على الموت وبالروح انت عايش بتموت انت تكون عم بتموت وعم تمشي بالطبيعة يعني بس كمان بصير فيه بيع فيها يعني شو عم بيصير يا جماعة لأمتى ننضل بحالة اللا وعي نحنا مش عايشين بوعي الوعي انتعي اللا وعي فتشيل اللا وتعيده للوعي لأنه اللا وعي هو عمليا غرف مظلمة اذا حابب تحول اللا وعي لوعي افتح الشبابيك والبواب وخلي النور يدخل خلوا الهوى والأكسجين يدخل اتطلعوا بره الشبابيك في حياة انتو عايشين العيش في الدنيا والدنيا هي الدنيا اما الحياة فموضوع اخر ما بيصير الا اذا دخل النور ونحنا كلنا طاقة من نور جينا من نور سواء جينا من الاله او جينا من بانج بانج او بيك بن او وين بابتكن لكن نحنا جينا من نور انفجار نور ومصرين نظل عم نغرق بالظلام والامر عم بيقولوا انه بعد فترة سينهار وينتهي وراح تصير الحياة او الارض بلا قمر لانه هذه الارض في يوم من الايام ستنتهي وتكون قمر لارض لارض ثانية قد نكون نحنا اذا بقينا نور لذلك انا التكنولوجيا بحسة انه عملت حالة بلادة عنا صرنا بلداء صرنا كسالة بدل ما تقوم تجيب كاست الشاي تروح وتيجي على الاقل تحركت صور ما في داعي نتحرك منروع الجيم لو هالشباب مثلا بيخلوا بتكون امهم ارملة وبتروح بتديله مشان بتروح الجيم متر رفقاته ليه لانه عصر التكنولوجيا ما عط محتاج تحرك صور تقاعد بتاكل وبتتفرج على التلفزيون او على هال انترنت ونقطة عقلك ما بيتحرك العقل بده يلامس الارض عن طريق جسدك لانك فكرة انت فكرة هذه الفكرة بدت تظلم تسقى بالارض وعم بتشب الهوى وتشوف الشمس لحتك تكبر وتنمو وصيف شجرة شجرة عتيقة حلوة بتعطي ورق بتغطيك وبتدفيك وبتكفيك وبتعطي ثمر بتشبعك اذا كانت القصة شبع مجشع وتخيلوا انه كل هالشجر العظيم والقديم كان بذرة بذرة حبة ذرة شو بتكون بذرة الزيتون نحن شعب الزيتون اللي هو الزيت والنون هذا الزيتون تصوروا انه البذرة تحمل لتصل للجسد او الجلد تبعها زيت هذا السائل بين البذرة والجسد زيت اما بعرف يمكن طلعت من الموضوع انا اسفة كتير بالفعل خرجت من الموضوع احنا نحكيه على الجسد انا بالنسبة لي الجسد مجرد ادات لا اكثر ولا اقل هذه نقطة يعني الانسانية سوف تأتي في يوم من الايام تتخلص من هذا الجسد وتتحكم فيه كليا كما قلت سوف نصل ايضا للخل وعدم الموت يعني موت الارض او موت القمر او موت المجموعة الشمسية متعنا غير مهم لو خرجنا من هذا الاطار كله الانسان ليس محدود بالارض او محدود بالجسد وعندما اقول الحيوان فهو عالم من العوالم يعتبر متأخر على عالم الانسان الانسان مدام مرتبط بهذا الجسد ويعتبر هذا الجسد هو الاساس طبعا انا لا احقر الجسد الجسد اعتبره مهم جدا في عالم الوجود المادي هذا الذي موجود فيه ولكن يجب ترشيد ترشيد الانسان بالوعي متاعه كيف يستعمل هذا الجسد هذه نقطة والتكنولوجيا ليس ذنب التكنولوجيا وانما ذنب كيف تستعمل التكنولوجيا انا قلت لك انا بالتكنولوجيا وفرت وقت بش نبقى اكثر مع نفسي بالتكنولوجيا نعمل فيديوهات مع انت في عوض مع انتها تتكلف لشهر كامل من التحذيرات اقوم بها في يوم فقط او في بعض الساعات اذا مع انتها نفس الشيء بالنسبة مثلا المثل اللي ضربته انتع البنت او الولد الذي يرسل رسالة عن طريق المحمول الى والدته لكي تعمله شاي يمكن في تلك الدقيقة الذي سوف يذهب فيها للمطبخ ويعود يكون فكر في حاجة اخرى وفهم حاجة اخرى او تعلم معلومات اخرى يعني احنا اصبحنا في الحقيقة صحيح يعني مستوى المعيشة ارتفع عند البشر واصبح يعني الانسان يعيش اكثر من قبل ولكن في نفس الوقت كما قلت لك خمسين سنة تساوي تقريبا خمسمائة ان لم اقول خمسالاف سنة بالنسبة لانسان كان يعيش عنده ثلاثة قرون او اربع قرون اذا المشكلة ليس في التكنولوجيا ولا في الغسالة ولا في التلفزيون ولا في الانترنت ولكن كيف نستعملها لكي نوفر وقت اكثر لانفسنا مع انفسنا احنا المشكلة استعملنا التكنولوجيا ونسينا ارواحنا هذه هي المشكلة يعني والضياع اللي موجود هو رغم موجود في العالم اجمع والغرب حد ذاته يعني هذا السكل ما يسمى الدورة الدورة الكونية الغرب نحو السقوط هذا لا نقاش فيه وحضارات احنا الان لو نعود للتاريخ هناك فترات نسميوها لانترسكسيون يعني ما يسمى التقاء بين حضارة ساقطة وحضارة صاعدة مع انت احنا في الفترة هذه قاعدين نعيش فيها قد تدوم مئة سنة قد تدوم مئتين سنة قد تدوم 300 سنة غير مهم الوقت الذي تدومه ولكن ما هو اكيد ان البشرية مع التطور التكنولوجي الذي حصل هذا انها تعيش بين مرحلة الى مرحلة جديدة كما اقول دائما هي كل نهاية هي بداية ولا يجب ان نشطن او نعتبر ان هذه التكنولوجيا هي حاجة خايبة وبعدتنا على انفسنا وردتنا مش رياضيين وكذا 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 يا سيدي انا هاني نستعمل الانترنت ولكن العب الرياضة عندما اخرج مثلا اجري ومانيش محتاج نمشي للمكان يعني نلعب فيه الرياضة وادفع نقود يكفي ان ارتدي ملابس معتها عادية واخرج في الشارع اجري ما هو المانع او امشي واجد وقت يعني في عود نقعد نضيع في وقتي في حكايات اخرى نجد وقت يعني باش نعمل الرياضة نجد وقت باش نتمتع باش نقعد معا نفسي باش نفكر باش نعمل عشرين الف حاجة علاش احنا دائما نغذر التكنولوجيا انها حاجة خائبة علاش هذه هي انا المشكلة اللي نشوفها وكما قفلك يعني انا لا احقر ولكن افكارهم مازالت موجودة او الوعي متاحهم مازال موجود اذا الاساس هو هذا الوعي هذا الانجاز يعني انا البدن امتاعي او الجسم امتاعي صحيح وحقق به انا قعد نتكلم اذا قعد نعمل في موجة كونية بالكلام امتاعي هذا ولكن الموجة الكونية هي الاهم هي الاهم من الجسم بحد ذات وانا عندما اتكلم عن الجسد لا ولن احقر الجسد ولكن فمعنا شنو المانع ان الانسان يتجاوز الجسد يصبح اكبر من جسد يصبح اله بالفعل انتي قلت في الكلام ان قتلنا الاله انا اعتبر عدم قتل الاله هو بحد ذاته انما زلنا في مرحلة ما بين الحيوان والانسان لان قتل الاله هو المرحلة القولة والاساسية لكي تصبح بالفعل انساني لانا لا يمكن ان تكون انسان وانت تؤمن بشيء اقوى منك او بشيء يسيرك او بشيء تحتاج اليه بل ان دائما اقول ان الحادي هو الحادي ايماني لو كان بالفعل نوف فرضنا وهي معنا نسبة واحد في المياه او حتى 10% ان هناك الفرد وانتا تولدنا عليها وربونا عليها وكيفاش نتخلص وتناقض نقعد مع انفسنا ونفكر ونعتبر انا 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 الموجود وكل ما حولي ما هو الا افتراضي انا الاساس انا الرب هذه هي اللي تخلينا خطر احنا ديما فكرة فكرة الامة وفكرة العائلة وفكرة المجموعة وفكرة هذه الافكار هذه الافكار يعني غير موجودة غير موجودة كما ان السماء غير موجودة السماء غير موجودة هناك فضاء ليس هناك سماء وليس هناك شعب هناك فرد لو ما نقول احنا سعادة الفرد من سعادة الشعب غير صحية سعادة المجتمع او الشعب من سعادة الفرد عند من نريد ان نقيس سعادة شعب وتقدم شعب لا نقيسه على حسب المجموع نقيسه على حسب سعادة الافراد الذي يعيشون فيه ماذا حققوا كافراد كاشخاص كاملين بحد ذاتهم هذه فكرة مرأة ورجل فكرة غالطة هذه فكرة غالطة دائما من دقائق عالم الحيوان انا دائما اقول ان هناك كثير من الاشياء من عالم الحيوان وانا عندما اقول من عالم الحيوان لا ونحقر الحيوان وانما ارتفع عن عالم الحيوان لاني انا انسان انا ليس حيوان صحيح مع انت اصلي كان حيوان ونحن الان نعيش في مرحلة ما بين الحيوان والانسان والانسان بحد ذاته كفرد يمكن مع انت بكل الطرق ما نقولش بالكمال لانه بالنسبة لي وكل شيء نسبي انه يرتفع عن عالم الحيوان يرتفع على كل التصرفات الحيوان ما هوش مثال لانا بش نتبعه ساعات مثلا بعض الاشخاص يقول لك اه هذي كامر طبيعي موجود في عالم الحيوان لا يا سيدي انا عندي مخ وعندي احساس انا رب انا وجد لكي اكون وعي هذا الوجود وعي هذا الكون لم اوجد لكي اساير الطبيعة لم اوجد لكي تتغلب علي الطبيعة لجب ان اتغلب على الطبيعة واتغلب على المادة واتغلب على اهم شيء التي هو الزمن والزمن تغلبنا عليه بالتكنولوجيا وما زلنا بش نتغلب عليه حتى نوصل للخل لو لا نوصل للخل فوجودنا ليس له معنى اولا انا لم اقل انا لا اقتل الاله اولا انا لا اقتل الاله لأنه الحي قلت لم تتجسد فكرة الإلهية وأنا مع هيد الشي ما أنا مختلفة معاك لأنه إذا أنت بدك تفترض أنك الإله وكل ما حولك هو وهم أو أنت الرب مش الإله أنت الرب وكل ما حولك هو الوهم فياريت لأنه لو كل إنسان فعلا حب أن يجسد فكرة الإله وافترض أنه رب ما حوله وهذا ما حوله هو افتراضي لأنه هو يفترض نفسه لا يمكن أن أطلق عليه الصفة حتى يثبت نفسه أما أن يفترض نفسه فهي مشكلته فلو كل واحد فينا افترض أنه الرب لما حوله من وهم وابتدأ يظر لهم كواحد أو يطبق فكرة الواحد فكل واحد هو واحد كل ما في الحياة دعا إلى الواحد حدق الاثنين الواحد فإذا لو أردنا أن ننظر للواحد نظرة الرب الذي افترض أنه الواحد فأكيد هون رح تختلف المعادلة رح تسقط البشرية المبنية على البشرة وتنتظر الإنسانية المبنية على النواية والمشاعر في الأخلاق والأخلاق هو منبع الفكرة الأخلاق نسبية طبعا هذا موضوع وحده فأنت يعني ما تسميه أنت أخلاق يمكن أنا لا أسميه أخلاق أنا لا أهتم أنا ما أعطيت صفات أنا قلت الأخلاق ولم أعطي صفات للأخلاق الأخلاق فيها كل الصفات المهم يعني أنا مع أنت شخصيا مع أنت أعتقد أو أمن أن الأخلاق أنت تصنحها نفسك فأنت يعني أخلاقك تخصك أنت فقط لا يحق لأي إنسان مثلا أن يتدخر في أخلاق الآخرين وعندما أقول أن كل إنسان يجسد نفسه ويعتبر الآخر افتراضي ليس يعني أنه يتعدى عليهم وليس يعني مفهوم الأنانية وليس أنا أجسدها بمفهوم الرب يعني أن يكون غير محتاج لكل ما حوله أن يكون واعي بوجوده أن يكون واعي بالإفتراضي الذي هو خارج عنه وأن طبعا لا يتعدى عليهم هذا مثلا مع أنت مهمة يعني ثم بعض الأشخاص يعتبروا مثلا الاندفيدواليزم ما يسمى الفردانية هي أنانية أو تعدي لا مش بالمفهوم هذك مفهوم أنك تكون مستقل وتكون واعي في تصرفاتك مع الآخرين هذا هو معانتها الوحدانية بمفهوم الواحد ولكن في نفس الوقت هذا ليخلق ما يسمى المجتمع كما أن كل نجم في السماء قائم بذاته ولكن كل النجوم هي التي تعطي جمال هذه السماء الذي ننظر إليها أو هذا الفضاء الذي ننظر إليه من الأرض كل نجم قائم بذاته فكل إنسان قائم بذاته غير محتاج لأي إنسان آخر وهذه أنا بالنسبة لي هي الحقيقة الحقيقية هي أنا الآن أنا الآن هذا هو أنا الآن ماذا سوف أفعل في المستقبل ماذا فعلت في الماضي ذهب وماذا سوف أفعل في المستقبل والمستقبل أحذره من الآن لازم كل يوم نعرف روحي شنو أعملت وشنو أعملتش لازمي دائما نحو التطور هكي كوصلت للكمال أو لم أصل هذا غير مهم لأن الهدف هو السير هو إثبات الوجود إثبات الذات إثبات الإحساس وكل ما هي عواطف وأحاسيس عبارة على أشياء ليس لها قيمة لو لا تتحول إلى فكرة فعلية حقيقية ولو كانت برسم ولو كانت بكلمة هذا بالنسبة لي الحقيقة الصعبة في الحقيقة أنت ما تقول السهل الممتنع أظن السهل الممتنع يعني خارج قوارنا هوني السهل الممتنع في الحقيقة هذه هي الحقيقة الحقيقية هو هي سهلة صحيح لأنها لا تخص إلا ذاتك ذاتك فقط ولكن ممتنعة لأنك مرتبط بالعائلة مرتبط بالتقاليد مرتبط بالتاريخ مرتبط بالموروث مرتبط بأمور مادية مرتبط بالعمل مرتبط بعشرين ألف حاجة تجعلك لا تكون حقيقة نفسك نظن هذه مع أنت الفكرة أنت على الفيديو هي ما هي الحقيقة؟ الحقيقة هي نفسك فقط 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 لو عندك كلمة قبل ما نختمولي أنا اتطورنا الموضوع أكثر من لازم يعني ما لازمناش نتجاوز الساعة أتمنى أتمنى أن تكونوا استفدتوا أو سمعتم أو اكتشفتم شيء خصكم أنتو ما داخلكم روكي تسمع فيديو أو تسمع أي حاجة أو تتعلم حاجة تخلي شنوة انتفعت أنت شنوة حركت فيك شنوة عطاعتك شديد كان ما عطاعتك حد شيء فمتن حكاية فارغة كان بش تقعد تسمع وتحاول تسمع وتحاول تسمع وتحاول تسمع ومتضيف لك حد شيء الهدف أنا وقتها نتكلم ولا أحد أنا ولا لونا ولا أي إنسان يعني يتكلم في فيديو هو أن يحرك شيء اللي هو موجود فيي وفيك هو الأنام تاعك ذاتك إنها تتحرك لو عندك كلمة أخيرة لونا قبل أن نختم هذه الفيديو التي تعتبر دردشة عامة حول موضوع الحقيقة خلالها دردشتنا اليوم حكيت مرتين عن موضوع السرعة والتكنولوجيا وعامل الزمن أو الوقت اختصار الوقت بس أنا بدي أقول أنه لازلنا طبعا بإثباتات علمية بأنه نحن منعيش في ثلاث أبعاد الطول والعرض والارتفاع البعد الرابع اللي عم يحكوا عنه بسموء الزمن أو الحركة تجاه أمام نحن بعد موصلنا للبعد الرابع واللي هو الزمن لأنه كل ما يحدث الآن من تجارب ومحاولات تحت تسمية فكرة التكنولوجيا ستبدأ عندما نصل إلى البعد الرابع لأن التكنولوجيا لا تقتل الوقت وإنما تحترم الوقت هذا الشيء الشيء الثاني البعد الرابع اللي هو الزمن أو الحركة نحو الأبدية المتعانقة بين الإله والإنسان في كل حياتي وأنا مش صغيرة لم أعطي الثقتي إلا لإلهي ولكن حارب على أن أدعم إيماني بذات العليا لإن إيماني من ثقتي وبتعرفوا وين كانت دائما ثقتي شكراً كتير وبتمنى أنه تكونوا استمتعتوا هذا اللي بهمني لأنه بحب تكونوا دائماً مبسوطين ما حقول استفدتوا لأنه أنا كنت عم بحكي كعابر سبيل وعابر السبيل دائماً الناس تاخدوا على مأخذ جد وناس بتاخدوا على مأخذ عابر سبيل فشكراً كريم أنا ما بقدر إلا بكل مرة إليك أنا كتير ممنونة لإتاحتي الفرصة بأنه شاركك بها الدردشات وبها الخناة لا شكراً على واجب بالنسبة لي معانتها إضافتك مهمة جداً رغم كل الاختلافات ورغم كل وجهات النظر كما قلنا الاختلاف لا يفسد في الود قضية والاختلاف هو أساس الوجود فلهذا معانتها نتمنى أن الفيديوهات هذه تتواصل سوى بطريقة عفوية كما عملنا المرة هذية سوى بطريقة محددة ومنظمة لموضوع معين وتمنى أيضاً أن تكون لنا نقاشات حيث يظهر ما يسمى الاختلاف الجذري ليس الصوري بيننا في مواضيع مهمة واحنا تنقشنا خارج البث على عدة أفكار نختلف فيها وطبعاً النقاش ليس هدف الإقناع وإنما هدف أن كل إنسان يوضح فكرته وكل إنسان يحاول أن يفهم الآخر أكثر هذا هو المشكلة اللي عندنا أحنا مع الأسف أن ندافع على أفكارنا ولا نستمع للآخر يجب أن نتعلم أن نستمع للآخر لكي نضع أنفسنا في مكانه عندما نضع أنفسنا في مكانه نصبح نرى الحقيقة كما يراها هو إذن أختم هذه الفيديو وأقول الحقيقة هي الآن فيك فانظر إليها سوف تعرفها وإن الحقيقة التي الآن فيك يمكن غداً تصبح كذبة إذن هذا معناتها خلاصة القول وشكراً على المتابعة وشكراً على التشجيع ونتمنى أيضاً نعملوا حلقات مباشرة تكونوا أنتم موجودين بيش تنجموا تسألوا الأسألة بتاعكم وأتصور يعني عن قريب سوف نعملوا حلقة مباشرة أنا ولونا شكراً لكم وبإسلام اشتركوا في القناة